بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم فيديو جديد فيديوهات علوم الحياة والأرض قناة SOLO SVP لنهار الفيديو نحاول نبدأ فيه مقدمة حول الواحدة السادسة والأخيرة من برنامج السنة الثانية باكالورية علوم الحياة والأرض الواحدة المتعلقة بالضواخر الجيولوجية الباطنية المصاحبة النشوء السلاسل الجبلية وعلاقتها بتكتونية الصفح في هذا الفيديو سنحاول نعالج فقط مقدمة لهذه الواحدة سنتعرف على الأسئلة التي سنحاول إجابة عليها في هذه الواحدة كتمهيد سنحاول أن نذكر بالمكتسبات السابقة المتعلقة بالدواهر الجيولوجية البنية الباطنية للكرة الأرضية أولا سنتعرف على البنية الباطنية للكرة الأرضية ثم تعرف الليتوسفير والأستانوسفير سنتعرف على الليتوسفير والأستانوسفير من خلال تحديد البنية الباطنية للكرة الأرضية كيف تشاهدون هنا في الوثيقة لدي مجموعة من العناصر لدي مجموعة من العناصر ثم تعرف عبارة عن قشرة محيطية الحمد 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 جزء العلوي الخارجية 2170 كيلومتر الرداء العلوي والسفلي 2885 كيلومتر والقشرة المحيطية أو القارية من 30 بالنسبة للقشرة القارية من 30 إلى 65 كيلومتر والقشرة المحيطية كالدوغة تقريباً في حدود 30 كيلومتر بين النواة الخارجية والنواة الداخلية لدي العنصر الرقم 6 على مستوى 5155 كيلومتر هذا الانقطاع بين النواة الخارجية والرداء السفلي لدينا انقطاع آخر وبين القشرة القارية والرداء العلوي لدينا الانقطاع الذي سمينا فيك لذلك سوف نتعرف على هذا الانقطاع بشكل أدق لدينا مجموعة من العناصر لذلك كذلك 6 عناصر العنصر الرقم 1 كما سبق بشترنا من 30 إلى 65 كيلومتر لذلك شكلنا القشرة القارية العنصر الرقم 2 قشرة المحيطية كما تلاحظون القشرة المحيطية أكثر كتافة من القشرة القارية وعندنا مجموعة العنصر الرقم 3 ليهو الرداء العلوي العنصر الرقم 4 ليهو الرداء السفلي العنصر الرقم 5 ليهو النواة الخارجية و العنصر الرقم 6 ليهو النواة الداخلية والتي يوصل يعني أن يوصل الكتافة ليالها لـ 12 بينما كتافة النواة الخارجية من 9.5 إلى 11.5 كذلك إشارة بسيطة هو أن الرداء العلوي يتكون من جزء أين؟ الجزء العلوي من الرداء العلوي كي تسمى الليتوسفار والجزء السفلي من الرداء السفلي كي تسمى الأستينوسفار هذا الجزء العلوي من الرداء العلوي اللي هو العنصر الرقم سبعة بالإضافة إلى القشرة المحيطية كي يسموننا ما يسمى بالغلاب الصخري إذن تتكون القشرة الأرضية من ثلاث أقسام رئيسية أولاً القشرة فيها جزء محيطة وجزء قاري ثم الرداء فيه علوي وصفلي ثم النواة فيه النواة الداخلية ونواة خارجية إذن كتعرف للغلاب الصخري أو الليتوسفار أن 만든 غلاب الصخري أو الليلة الفصفغة بالإخطة هو النابуль إن كان لنأود أنه يتكون من مقشرة محيطية والقارية زاد علوي الإخطة مثل جزء داخل العلوي أولاً لنكرت العاب صخري أو الليلة الفصفغة إنه يبدو أن جزء محيطة ونواة التكيم بطاقية هو الجزء السربة الخارجية والقرار الإخطة في القرار مع قرار الإجموار ويوجود أنه يتكون منどيكي، وفي غلاب الصخري محيطي التكيم بوق leve من الخشرة القارية و الجزء العلوي من رداء العلوم إذ anchリز活ه عبارة عن ماذا؟ là nhấtعلى الله niż необяз 나옵 komme والشهد من رداء العلوي الذي كثываетه مباشرة تحت القدر السحري إذن postal هدى مرور الاز مخصر المحيطي التي يعج أنت من في محاسرة الحميمة بالقاري هذا الم初に زياد الاخر من خلاص ال João إذن الجزء الذي أشتهده مباشرة تحت القدر السحري هو ما يسمى بالآخر المحيطية لذلك الغلاف الصخري يشكّل من الغلاف الصخري مثل الغلاف الصخري الغلاف الصخري يتميز بنزوج جديد كبيراً مع الغلاف الصخري لذلك كما ترون به أن الكتابة الأكثر أكبر� في مستخدابات 체 crecّل looking необходable الكتابة على اسначала في العام الصخري أكبر من شمالستثم إذن تلك الأكبر في مستخدركم ينقسم الغير الصخري إلى عدة كتن تمثل الصفائح الصخري التي تفوق الأستنسر وكل ما يتفوق الأستنسر هو إبارة عن صفائح التي تكون صفائح التي تشكلها الغير الصخري يعني جزء منه الليتروسفير ويوجد الآخر تكون الصفائحة عارية أو الصفائحة عارية نظام الصفائحة أو التخصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص السباح للجمينية لدينا الصفحة الأفراهية، الصفحة الأوراسية، الصفحة النسكة، الصفحة الأكسطورالية، الباسيفيك، الفيليبينيين، الفرنينيين، لأن الصفحة الأوليبية إلا أخذ. إذا أخذنا لدينا هذا الصفح، قد تحتوي على الجزء المحيطي و الجزء قاري، أو قد تحتوي فقط على الجزء محيطي، أو قد تحتوي فقط على الجزء قاري، لأنها لا تحتوي على الجزء قاري، ولكن نركزنا الآن على الحدود بين الصفح، على الحدود بين الصفح، إذا أخذنا مثل الصفحة الأفراهية، الصفحة الأمريكا الجنوبية، حدودها هي هذه الحدود التي تشاهدها، لأنها تحتوي على الشكل التي تحتوي على الجزء قاري، هي عبارة عن فوالة ومحولة، أو قد تكون على شكل دروات محيرة، الحدود بين الصفحة الأفراهية والصفحة الأمريكا الجنوبية، هي على شكل فوالة ومحولة ودروات محيرة، وفي بعض الحدود، نجد أن الصفحة الأفراهية، مثلاً القارية والمحيرية، هي عبارة عن مراتها، ومن ثم قد تتعرفها من البحرية، من غير الصفحة الأمريكا تحت الصفحة الأمريكا، إذن الجنوبية أنه صفحة الأمريكا المتوجهة باعتماد نوعية الخشرة، هناك صفحة الأفراهية تتكلم فقط من الخشرة محيرية، ويبدأ تسمى هذه الصفحة محرية، ومن ثم تكالل من صفحة الأفراهية، وهناك صفحة الأفراهية تتكلمoline من الصفحتين ومن الزفعات القارية والمحيرية والمحيرية التي تسمى، لذلك هي صفحة الأملية، ومن ثم صفحة الأفراهية القارية، إذن جانب المحرية الليلة يجب عن محيرية، يبدأ على وه 정اء الزل من جزيرة القارية مجرد أن ي Bowlera 상دودت من المحيرية الحية إلى صفحة الأمريكا أن نعèle صفائح المحيطية في الصفائح والصفائح والقراسي إذن بالإعتماد على المحيطات الصفائحة يمكن أن نحدد الوزود حوالي 14 صفائحة في مختلف القراس الأرضية حدوث الصفائح أو الحدوث بين الصفائح على ثلاثة أشكل يأهمها على شكل محيطية أو على صيل المحيطة أو على شكل محيطية ونصر الحرب الحربية ونصر الحرب الحربية ونصر الحرب الحربية وبينها نتقلل معها بما يسمى بالدير والمحاري هناك الملكوسفير يوجد مقارسة لأزيج يوجد التارات الحرب الحاري هنا تسعد هذه التيارات و تحاول سعيد الصهارة إلى الأعلى وبالتالي هذه المطقة التي تخرج منها الصهارة إلى الصهارة تسليوها في مراقق أو دروات محيطة يتنجزون هذه الدروة المحيطة يسلسل الجبل أو مركان، تختارق معظم المحيطة تتواجد عادة المحيطة وليس عن الصهارة يتوسطها خندق عامق هذا هو الخندق العامق الذي يسمى الخصف وتتميز الدروة المحيطة بماذا؟ لذلك كونها نشاطها مركانيا وزلزاليا وتكتوني أو لا؟ فيها زلزاليا وتكتونية مهمة لكن هناك حرارية فيها نشاط مركاني يوزيع زلزاليا وتكتونية مهمة وهنا قادر منها قد تنشألنا المواد الشيطة أو تنشألنا عن الجلس من المحيطات التي نصرحها لمحادي الجديد وبالتالي الجلس الجديد سيدفع تلك الأجزاء القديمة نحو نحو الجزء القار إذن هنا كنا نضع من طاقة التباع والمحيطة هي من طاقة التباع كذلك ممكن أن يكون حدود بين الصماء هي عبارة عماناتها في القوم كيف تنشألنا عن طاقة تلك المحيطة فإن الذي تنشألون فُأعلى أن أكبر السؤال أو القكتبة إرتفاع الصفحة القارية فإن eccessora خلال الصفحة القارية الدموية يعتبون أن الصفحة القارية تضمار الصفحة القارية أو تنكيص السؤال كذلك في هذا الشكل كان قدرنا نشروف اللي عندنا هي ما يسمى هذا المستقيم السعر والفتر عن المستقيم اللي كتبين لنا في منطقة التباعد كتبين لنا وجود ما يسمى في الخوارق المحولة يعني تحول جزئين من الصفحاتين إلى جزئين ما عند الصفحاتين منتجاهين ومختلفين منتجاهين تتعلم عن مرات التباعد في هذا الشكل كالله أحضر بالنصر رحمه الله أحد قرر بها الكتاب التي تسمى ولا يشتركها في السبب الدر 조�غام المحاولة إذا عندما تستخدم الشخصي ي lasted Alpha وإذا قدرنا نستخدم الشخصي أن يتم تحول الجزئين ومختلفين من المستقيم ثم يتم تحول الجزئين من المتعبات التي تتعرفها ومختلفة التباعد ومختلفة التباعد كذلك يمكن أن يكون قوالة التباعد مخلولة كم تستخدمها يوجد مجموعة عند القوالة تتكتعوها لدرء المحاول إذن هذه الدولة المحارية يقطعها الوحيدة المنصر الرحمة السجوزة الوحيدة والتي على مستوانا يجب أن تنزل السبائح وإحتكالها تبين كذلك عندما تقصتها أنواع الحدود بين السبائح ونظرنا عليه إذن يأتي حدود المنصر الرحمة 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 وإذن هذه الدولة المحارية يقوم بعمل مرارك الطمئة إذن نقول أن هناك أشكال الأولى ونحن نحن 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 لأن كل هذه النماتذة أو كل هذه الحادثة تقوم بعمل مرارك الطمئة والفوالة وفكار محارية، والذي يحديد كل هذه الدولة وعلى مستوى الليتروسفار، فهو لا تقوم بعمل مستوى الليتروسفار فهو كان الليتروسفار، فهو كان الليتروسفار وهو الشخص ممكن من تقوم باستخدام مح grasp التي تقوم بعمل الأس يتحرد لنا هذا البروتيت وبالتالي يتحرد لنا هذا البروتيت على هذه الشابلة يفعل لنا الجزء المحيري نحو القارة وفي الوقت يشكل جزء الجديد من الصباحة المحيري المحرك الرئيسي من هذا الصباح هو تيارات الحراري وبالتالي هنا تيارات الحراري وفي الوقت يتحرد لنا الصباح على المحيرية لذلك هذه الصباح المحيرية تنغلز أو تطفو أو تصدر مع الصباح الحراري وبالتالي ستنشأ لنا بقر الزلزالية و ستكون لنا بقر الزلزالية لذلك نتكلم لنا هنا عن تكتومية للصباح أو العربية للصباح إذن هذا المطلع ما تتحدث؟ تتكون المرار الأردية من العربية و مكتب من عدة الصباح و تتحدث عن الأستانوسفار و التي يوجد أسمى الأستانوسفار في هذا الصباح و هل تشكلنا من الأستانوسفار و القشرة المحبية والخارقة؟ إذن هذا الأستانوسفار أقل صباح ويتتحرد ببعض.. ..مفضل تيارات حمل حراري المتواجدة بالأستران.. والتي تساعد على مستوى الدروات المحيطية.. هذه تيارات الحمل حراري تتحرك منها الاهاتم وهذا الاهاتم يتظل على مستوى الدروات المحيطية.. ..شملي ما يجعل الصفة إحوال المحيطية نفع نهو الصفة إحوال المحيطية.. تعتبر تيارة الحمال الحراري المحرّة للصرفات التي يمكن أن تتباعد أو أن تتخارب عندما تتجربة أو أن تحتجد في ما بينها إذا السؤال الكبير الذي أتراحكم هنا هو ما هي نتائج حراري للصرفات؟ هذا الحراري الذي يساعد لنا هو تيارة الحمال الحراري ما ستكون النتائج لها؟ هذه الحرارة ستكون هي سلاسل التمر، سلاسل الطفل، سلاسل السلامة إذا كانت المقديمة حول المحددية الجروجية الماضرية ننتقل في فيديو آخر، لأننا نحاول نرى الجروجية في فصل الأول ومتعلقة بالثلاثل الجراليين الحديثة وعلى الأخوة بيتكتورة الصفرح أستود أن أحمد الله الذي لا تضيع وضيعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتكم